التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وخلال لقاء استعراضة رانيا المشاط نتائج الزيارات الأخيرة إلى لندن والتي شاركت خلالها في جلسة افتتاح أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة مشيرة إلى أن كلمتها خلال الجلسة ركزت على أهمية دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تولي أهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكايف والتخفيف من تدعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروع في مجال التكايف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تدعيتها بقيمة 11.9 مليار دولار